ليني أقول لحضراتكم أنه بكرة طبعاً إن شاء الله المباراة الرسمية الأولى للنادي الأهلي على ملعب الانتاج الحربي هتشوفوا قصة تانية يعني مبارح طبعاً تابعنا احتفال كان أكتر من رائع وجود شخصيات مهمة فكرة بس أنه الأهلي يبقى عنده الأستاذ بتاعه والملعب بتاعه وإحنا يمكن شرحنا لكل اللي تابعونا مبارح أنه جمهور النادي الأهلي إن شاء الله أول ما أبواب الأستاذ تفتح لاستقبال الجمهور هيعيش تجربة زي اللي موجودة في أوروبا هنشوف فكرة مختلفة تماماً عن أي مرة رحنا فيها زورنا أو دخلنا ملعب كورن تابع مطش هنشوف حاجة على أعلى مستوى هنشوف راحة هنشوف كل الإمكانيات متاحة داخل الأستاذ من ناحية التنظيم ومن ناحية الإبهار هتشوفوا الصورة بتشوفوها من داخل ملعب الأول مرة ومش بس اللي هيروح حتى اللي هيتابع المباريات كمان من خلال الشاشات هتشوف نقل مختلف تماماً وأتمنى إن شاء الله أنه ضربة البداية بكرة مع الإنتاج الحربي كمان مع فوز النادي الأهلي بالمطش إن شاء الله اللي يضمن له ثلاث نقط يكون كمان بيقدم لجمهوره اللي هيتابعوا من خلال الشاشة عرض محترم الموضوع كمان الحقيقة مرتبط باستفادات على كل مستوات يعني احنا شرحنا ناحية الاستثمارية مبارح لحضراتكم وقلنا أنه كل الأطراف الحقيقة سواء كنا بنتكلم على النادي الأهلي أو الراعي شركة المصارية الصلاة شركة وي أو حتى الإنتاج الحربي والستاد السلام كلهم الحقيقة حققوا مكاسب كبيرة جداً يمكن نستعرضها مع حضراتكم في بعض التفاصيل لكن خليني أروح مع حضراتكم لبعض العنوين اللي اتنشرت وإحنا يمكن نبدأ لنا الحلقة النهاردة بتهنئة من الفيفا للنادي الأهلي على افتتاح الاستاد الجديد فيه الحقيقة أفريكا توب سبورتس نشرت عنوان كتبت فيه ملعب جديد للأهلي ده أحد الموقع الأفريقية المتخصصة الحقيقة اللي قالت في واحد من الأخبار المنشورة على الموقع أنه النادي الأهلي افتتاح ملعبه الجديد في القاهرة مبارح عشان يلعب الفريق الأول لكرة القدم مبارياته على استاد الأهلي وي السلام للسنوات الخمسة وعشرين اللي جاي والحقيقة كمان أنه الأهلي كانت تعود أنه استاد القاهرة ولا يستضيف مطشاته قبل كده قرر أنه يتنقل بيه الملعب استاد السلام وكلم على المطش الاستعراضي اللي احنا تابعناه والحقيقة احنا يمكن شوفنا مبارح عدد كبير جدا من النجوم كل دول كانوا بيمثلوا النادي الأهلي في يوم من الأيام وكل دول كان كل واحد منهم الحقيقة يشيل فريق وكل دول اعتزلوا لكن الأهلي الحقيقة استمرت مصيرته وما تأثرتش وعمرها ما أعتقد أنها ممكن تتأثر بغياب أي نجم أي إن كان حجمه خليني أقول لحضراتكم بالمناسبة دي أنه الفترة اللي جاية عندنا الحقيقة وبيتهيق لي ده هيفرق كتير وهتشوفه في الملعب مساحة أكبر لكل النجوم اللي موجود الأهلي الحقيقة قايمته مليانة بالنجوم وكل النجم منهم الحقيقة يشيل فرقة في مساحة موجودة وأعتقد أن ده يساعدهم بشكل كبير جدا على التقلق عندنا صفقات مهمة جدا زي طهر محمد طهر عندنا أولاد بياخدوا خبرة وتجربة بره أنا شايف أنه ودي وجهة نظر شخصية أنا أتحمل مسؤوليتها عندهم كرة أفضل بكتير جدا من ناس تانية ولد زي أحمد حمدي أنا شايف ده مستقبل كرة مش بس في الأهلي كمان في مصر الولد ده بس يقرس على نفسه شويتين صالح لو أرس وصالح أنا عارف الحقيقة كل الأخبار والدوائر اللي حواليه بتقوله أنه مركز بشكل كبير جدا فإن شاء الله بإذن الله دايما القادم أفضل بالنسبة للأهلي نروح لأكتشو ديلي اللي حقيقة نشرت عنوان أنه الأهلي استلم بالفعل ملعبه الجديد وقالت أنه صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولات المحلية في مصر وفي القارة السمراء بيأمل كمان في الانتهاء من تأسيس ملعبه أو إنشاء ملعبه الخاص به مع نهاية عقد الإيجار أو عقد حق الانتفاع اللي هو بيستمر لمدة 25 سنة والغاية ده ما يحصل هيتم تغيير ملعب أو استاد السلام إلى استاد الأهلي وهتكون أول مباراة لها تقام بكرة زي ما قلنا لحضراتكم إن شاء الله على الملعب الجديد ضد الإنتاج الحربي بالنسبة مثلا للخليج الإماراتية نشرت عنوان كتبت فيه إنه الأهلي المصري بيتسلم ملعبه الجديد في احتفالية تاريخية الصحيفة أشارت كمان إنه النادي الأهلي أقام احتفالية كبيرة جدا على أرضية استاد السلام اللي تحول لاستاد الأهلي طبعا بعد الاتفاق بشكل رسمي مع شركة استادات القابضة وتم توقيع الاتفاق في وقت السابق بين الطرفين والحقيقة كلمت بشكل كبير أو رصدت تفاصيل الاحتفالية اللي كانت بحضور طبعا رئيس النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب وكل عضاء مجلس الإدارة بالإضافة لرئيس شركة استادات الأستاذ محمد كامل والأهلي الحقيقة يمكن أنهل مرحلة الأولى من الترتيبات الخاصة به تجهيز استاد السلام اللي بتضم بقى عدد من عمال التطوير منها غرفة الملابس تغيير كل اللوحات الإرشادية حول الملعب تم تركيب كمان شاشات تليفزيونية جانب مدرجات الدرجة الثانية والدرجة الثالثة المرحلة الثانية يمكن هتضم كمان تجهيز عدد من الملعب الفرعية وزي ما قلنا لحضراتكم كمان هيكون فيه متحف خاص بالأهلي وغرف وأماكن خاصة بالناشئين اشتركوا في القناة